علاقة المثقف بالسياسي دكتور حميش كيف تنظر إليها؟ لا هو المثقف مثلا إذا ما سمي وزيرا سيخط لنفسه سياسة ثقافية هل ينجح دائما المثقف في تدمير سياسي؟ لا هذا حسب الكفاءات لعند هذا المثقف السياسي إما سيكون هناك متقفون يعني يزدارون السياسة ويعتبروا لا علاقاتهم بالسياسة هذا كلام فاضي نهائيا ليس يعني المثقف عليه أن ينخرط أن يلتزم كيف تنظر تجربتك دكتور حميش في وزارتك؟ لا أنا اكتركت كتابا شهادة كتيبا اسمه والإصلاح الثقافي أيضا فكانت الخطة كلها إصلاحية فلو علمت مسبقا أنني سأسأل عن هذا المسألة لأتيت بذلك الكتيب مرة فرصة أخرى إن شاء الله وأن أقولك بمعددة الإنجازات التي استطعت إنجازها أو الأشياء أو المشاريع التي استطعت إنجازها في ظرف في عهدات لم تستوفي لوقتها الواجتين على ذلك بعد الأمثلها هناك من كان ينتقدك أنذاك ويقول أنك حرمت الكثيرين من الدعم هل هذا مشرط الافتراء أم كان حقيقة؟ والله هذا القلب للحقيقة بل عكس يعني هذا كيف المعرض الدولي دي الضالبيداء كان عندهم ألف درهم أنا قلت له خلاصة أخليها 1500 لكن هناك متربسون وهناك حسد وهناك المشغبون والمشاغبون وعندهم شي تسمية أخرى أنزه لساني عن قولها يعني يقول هنا قل ما بدلهم ما الذي تفخر به كأنجاز في وزارة الثقافة؟ ولكن هما زمرة قليلة ما الذي تفخر به كأنجاز في وزارة الثقافة؟ كأنجاز يحسب لك دكتور محميش نعم وجدت مثلا متحف محمد السادس الآن طبعا هو قابل الزيارة وجدته في حالة الأشوس ما فيه ما يسمى الكماليات والإفنيسيون إلى آخره وفي حالة خير فيما يخص لجندة التي وضعت له فعني شعرت بأنه علي أن أضاعف مجهوداتي حتى يكون يحصل تقدم في البناء وهذا الشي ما حصل مثل الفنانين هم يقولون البطاقة الفنان التي تتيح له تخفيض في وسائل النقل وكذلك في التطبيب إلى هذا عبدالربي كذلك وجعلنا غير قابلة للمسخ أو للتقليد إلى آخره ترجمة نانسي قنقر